جماعة البيتكوين والأسواق التقليدية ترتفع اليوم ولكن السؤال أكيد الآن هو هل طلعنا خلاص من الخطر وهل الآن خلاص راح نحصل على ارتفاع مباشر في البيتكوين راح أوريكم هنا يا جماعة بعض الاتشارتات الهائلة اللي تورينا إيش اللي قاعد يحصل في سوق الكريبتو حاليا وإيش اللي لازم تنتبه له مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأبناط الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذا القناة سوى سبسكرايب وفاعل الجرس الآن طيب الآن خلونا ندخل هنا مباشرة حاليا الآن نشوف يا جماعة هنا أنه السوق تفاعل بشكل جيد مع قرار الفيدرال الأمريكي بأنه يرفع معدل الفائدة بنسبة 0.75% يعني أكيد كان دائما في احتمال أنه يرفعوا أو الاحتمال أنهم يرفعوا المعدل بنسبة 1% كان دائما موجود ولكن بما أنه إحنا الآن فقط حصلنا على ارتفاع يعني فقط حصلنا على ارتفاع بنسبة 0.75% فهذا شيء عجب السوق وبالتالي حصلنا على هذا الاتفاع الجيد في البيتكوين فالتقلب اللي كان متوقع هنا بالفعل حصل وهنا حصلنا على الحركة للأعلى طيب شوف هنا يا جماعة أنتوا عارفين أنه أنا كنت مركز هنا على مستوى 20 ألف دولار وأنه أنا متوقع أنه هذا المستوى من ناحية الربح المخاطرة فهو يعتبر مستوى أو فرصة شراء ممتازة جدا وهذا أكيد كمان كان يعني بغض النظر إذا كنا حصلنا على أخبار سيئة وحصلنا هنا على هبوط إلى هذا المستوى وهذا الشيء ما حصل بالعكس حصلنا هنا على ارتفاع للأعلى فيعني هنا بشكل عام أعتقد أنه هذه المنطقة منطقة جيدة جدا هنا للدخول في البيتكوين وأنا بالفعل كان عندي طلب شراء هنا في هذا المستوى وكنت أأمل أنه هذه الحركة الهابطة راح تنفذ هذا الطلب ولكن لسوء الحظ ما حصل هذا الشيء فهذه هنا حركة على المدى القصير يا جماعة ولكن على الوضع الطويل إذا بعدنا هنا فأعتقد أنه الشراء عند هذا المستوى وعند هذه النقطة هنا تعتبر فكرة جيدة جدا فإذا هبطنا إلى هذا المستوى هنا مرة أخرى وأنا راح أوريكم هنا بعض الأشياء اللي تقولنا أنه ربما ننزل إلى هذا المستوى مرة أخرى حتى على الرغم من أنه الآن الناس يعني متفائلين جدا ومن وجهة نظرهم أنه غير محتمل أو غير مرجح أنه إحنا نرجع إلى هذا أو نهبط إلى هذا المستوى هنا 20 ألف دولار مرة أخرى فيعني فقط حصلنا هنا على هذا الاتفاع بنسبة 10% أو شيء زي كده والناس خلاص صاروا متفائلين خلاص أنه راح نتجه للأعلى طيب ولكن راح أوريكم شي يا جماعة هنا مهم وهذا الشي يقولنا أنه في فرصة أنه طلبات الشراء تبعنا عند مستوى 20 ألف دولار راح تتنفذ وكمان جماعة إذا بعدنا هنا واشترينا هنا من عند هذه المستوى 20 ألف دولار أو حتى من المستوى اللي احنا فيها الآن مع مرر الوقت هذه راح تكون صفقة جيدة جدا لأنه إذا بعدنا في تشارتات كثيرة في مؤشرات كثيرة تقولنا أنه إحنا في منطقة القاع وبالذات هنا عند مستوى 17 ألف 500 دولار بالنسبة لي أنا راح أراقب هذا الشي هنا صحيح هنا الآن فوق الخط البني وصحيح هنا الآن قاعدنا نحصل على تماسك هنا ولكن جماعة أشوفوا ركزوا هذا نفس الشي اللي حصل في السابق في المرة السابقة لما حصلنا على ارتفاع هنا فوق هذا الخط أحذرتكم من هذا الشي تقدروا تشوفوا عندنا خط الموفينج أبرج الخط البرتقالي هذا هنا 200 الفريم الأسبوعي نحن الآن فوق هذا الخط ولكن شوفوا كمان هنا في هذه الشمعة في هذه الشمعة ارتفعنا فوق الخط بمسافة كبيرة وصلنا إلى مستوى 24200 دولار ولكن في النهاية في نهاية الأسبوع حصلنا على هبوط هذه الشمعة وأقفلنا الشمعة الأسبوعية تحت هذا الخط فحاليا في هذه الشمعة الأسبوعية لسه باقي عندنا ثلاثة أيام علشان نقفل هذه الشمعة الأسبوعية ولكن من ناحية الاحتماليات فأنا أعتقد أنه لسه في احتمالية عالية أنه إحنا راح نقفل تحت هذا الخط هنا مرة أخرى فالبائعين راح يحاولوا يعملوا كل شيء يقدروا عليه علشان يهبطوا سعر البيتكوين تحت خط الموفينج أفريج 200 أسبوع اللي هو الآن عند 22690 دولار تقريبا ولكن إذا فشل البائعين أنهما ينزلوا سعر البيتكوين تحت خط الموفينج أفريج 200 إذا فشلوا أنهما يعملوا هذا الشيء إذا فشلوا أنهما يهبطوا السعر تحت هذا الخط فهذا معناته أو هذه علامة جيدة أن المشتريين الآن هم متحكمين بالسوق ولكن إلى أن نقفل أو إلى أن نشوف هذا الشيء بعد ثلاثة أيام فأنا الآن حالياً ما راح أدخل في صفقة في هذه النقطة ولكن بالعكس إذا حصلنا هنا على ارتفاع قبل ما نقفل هذه الشمعة هنا فربما أنه أنا راح أدخل بصفقة بيع عند هذا الخط هنا مرة أخرى يعني ربما راح أدخل صفقة هنا عند مستوى 24 ألف دولار نفس الشيء اللي عملناه هنا في هذه النقطة فهذه هي رؤيتي هنا بشكل عام صحيح حصلنا على ارتفاع جيد صحيح كل المؤشرات على المدى الطويل ورح أوريكم كمان هنا مؤشرات أكثر بعد شوية كل هذه المؤشرات تقول لنا زي ما أقول لكم الجماعة هنا في خلال الأشهر الماضية إنه إحنا في منطقة إلقاء ولكن كصفقة هنا على المدى القصير لازم تكون حاضر جداً لأنه إحنا إلى الآن لسه ما أقفلنا فوق خط الموينج أبرج 200 أسبوع طيب وأكيد الأسواق التقليدية حصلت هنا على ارتفاع كمان حالياً تقدروا تشوفوا إنه إحنا قاعدين نحصل على تماسك داخل هذه الراية بهذا الشكل فقاعدين نحصل على راية إيجابية وهذه أكيد تعتبر إشارة جيدة فإحنا مراقبين هذا الشيء وراح نشوف فين راح يأخذنا هنا في الأسواق التقليدية طيب جماعة وإذا عايزين تتداولوا في هذه التقلبات فاتأكدوا إنكم تسجلوا في الفيميكس وكمان في البايبت راح تقدروا تحصلوا على بونس بقيمة 4500 من هذه الروابط الموجودة تحت في صندوق الوصف فاتأكدوا إنكم تستغلوا هذه العروض إذا عايزين طيب الآن خلوني أوريكم هذه التشارتات الهائلة أول شيء عندنا هذا التشارت هنا وهذا التشارت يوضح العملات المستقرة مقابل القيمة السوقية لسوق الكريبتو طيب وإحنا عارفين جماعة هنا إنه في السنوات الماضية حصلنا على تدفق كبير من العملات المستقرة فيعني يوجد كميات عملات مستقرة كبيرة جدا مستنية لشراء الكريبتو طيب وإلي نقدر نشوفه هنا أو كمان في عندنا هنا سعر البيتكوين موجود في الأسفل فإلي نشوفه هنا دائما إنه إحنا لما نكون في القمة هنا على مؤشر العملات المستقرة هذا هو يكون القاع في البيتكوين تقدروا تشوفوا هنا إنه هذه كانت هنا قاع البيتكوين وهنا في هذه المنطقة هذه هنا كانت قمة البيتكوين فيعني هنا العلاقة علاقة عكسية يعني قمة البيتكوين تكون هنا عند قاع مؤشر إلى عملات المستقرة فتقدروا تشوفوا بنفسكم هنا الآن كيف يستمر هذا الشيء هنا نحصل على ارتفاع في مؤشر العملات المستقرة بمعنى إنه في ناس كثير يدخلوا ويحولوا أموالهم إلى عملات مستقرة وبعدها لما نوصل هنا إلى القمة هذه هي المنطقة اللي نكون فيها وصلنا للقاع هنا في البيتكوين أو قريب من منطقة القاع في البيتكوين وطبعاً تجدر تشاهدوا هذا الشيء هنا هذه كانت هنا هبوط الكوفيد أو انهيار الكوفيد طيب بعد ذلك نحصل على ارتفاع هنا في مؤشر العملات المستقرة ونحصل على قمة وبالتالي نحصل على قاع آخر هنا في البيتكوين فيعني الناس كثيرين عندهم عملات مستقرة وبعد ذلك يبدأوا بالشراء وبوم نحصل على ارتفاع الأعلى في البيتكوين ولما يشتروا البيتكوين عند говорил عملات المستقرة تهبط للأسفل والبيتكوين أكيد ارتفع للأعلى فهنا في مؤشر العملات المستقرة حصلنا على قاعين وتقدروا تشوفوا أنه في هذه المنطقتين هذه كانت هي قمتين البيتكوين والآن شوفوا يا جماعة إحنا فين إحنا الآن بدأنا في هذا الهبوط من قمة مؤشر العملات المستقرة وهذا زي ما شوفنا في السابق يشير أو يوضح أنه البيتكوين راح يتجه للأعلى فتقدروا تشوف هنا مرة أخرى أنه ضربنا القمة هنا ونشوف البيتكوين حصل على ارتفاع قوي وكمان ضربنا القمة هنا مرة أخرى والبيتكوين حصل على ارتفاع قوي وضربنا القمة هنا وكمان حصلنا على ارتفاع قوي في البيتكوين فهل الآن راح نحصل على نفس الشيء؟ تقدروا تشوفوا هنا أنه already بدأنا بالهبوط فهذا المؤشر هنا يا جماعة يقول لنا وهذا يعتبر مؤشر ومتاز جدا هذا المؤشر يقول لنا أنه احنا ربما خلاص قد وصلنا أو ضربنا القاع وهذا أكيد يا جماعة نفس بقية المؤشرات ويوضح نفس الشيء لتوضحه بقية المؤشرات طيب والآن هل ممكن نهبط كمان شوية؟ أكيد نعم هل ممكن نهبط ونعيد اختبار إحدى هذه المستويات هنا؟ أكيد نعم وهل إحنا الآن في منطقة من المفترض أنه نبدأ نجمع فيها ونشتري فيها البيتكوين؟ أكيد نعم لأنه مع مرور الوقت إذا شفنا على هذه المنطقة بعد كم سنة بعد فترة طويلة راح ترجع تثمنى أنك اشتريت هنا عند هذه المستويات هذا فقط رأي يا جماعة ورح نشوف إذا هذا الشيء راح يكون صح أو لا طيب الشيء الآخر يا جماعة هنا هو Realized Bitcoin Price على Glassnode طبعا أنا شرحت هذا المؤشر هنا في السابق ولنقدر نشوفه هنا أنه البيتكوين Realized Price هو هذا الخط البروتقالي أو حفة الخط البروتقالي هنا هذا المؤشر هنا يحسب مستويات البيتكوين اللي تم شراء البيتكوين عندها وبعدها يطلع عندنا هذا المؤشر طيب ونقدر نشوف يا جماعة هنا أنه هذا المستوى يمثل كمان كمستوى دعم ومقاومة للبيتكوين في السابق تقدر تشوف هنا أنه هذا الخط كان كمستوى مقاومة لما حصلنا على هذا الهبوط وبعد كده حصلنا على هذا الهبوط وكمان في الحقيقة هنا في السابق أمثل مستوى مقاومة وحصلنا على هبوط وبعدين ماشينا هنا تحت هذا الخط وبعدها Boom حصلنا على ارتفاع وحصلنا على مقاومة بعد كده حصلنا على هذا الهبوط والآن هنا كان يمثل مستوى دعم للبيتكوين وحصلنا على ارتفاع بعدين كان ارتفاع جيد هنا للبيتكوين وبعد كده حصلنا على هذا الهبوط هنا تحت الخط مرة أخرى والآن بدأنا إنه إحنا نكسر هذا المستوى هنا للأعلى فهذا هنا كمان يعتبر شيء مثير جداً هنا للبيتكوين فأكيد راح أخليكم على إطلاع بهذا الشيء طيب في الأخير هنا يا جماعة عايزة أذكركم إنه ما راح يكون في عندنا رفع لمعدل الفائدة مرة أخرى هنا إلى الشهر سبتمبر فيعني هل في سبتمبر راح يكون رفع معدل الفائدة بنسبة 0.75 هل راح يكون 0.50 هل راح يكون 1% ما نعرف اللي قالوا إنه راح يأخذوا الوضع خطوة بخطوة وراح يقرروا في كل الاجتماع فرح نجوف يا جماعة في شهر سبتمبر طيب جماعة هذا كان كل شيء عندي لكم اليوم أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم